ترجمة نانسي قنقر تجلى في أشكال مختلفة بما في ذلك تأسيس جامعة الدول العربية في عام 1945 ومجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل أكثر من 40 عاما إلى جانب العديد من الاتفاقيات جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى حوار المنامة التي عقدت تحت عنوان إلى أين يتجه التعاون الاستراتيجي الإقليمي وأوضح وزير الخارجية أن الدول العربية انخرطت في الأوينة الأخيرة بشكل بناء مع الشركاء والوكالات الدولية مثل الأمم المتحدة لمعالجة القضايا الإقليمية الرئيسية عبر تقديم المبادرات البارزة مضيفا أن الجهود الأكثر حداثة هي تلك المبادرات التي اقترحتها مملكة البحرين في القمة العربية الثالثة والثلاثين قمة البحرين وشار الزياني إلى اتفاقية الأمن الشامل والازدهار المتكامل بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تسلط الضوء على الدور الأساسي للتكامل الاقتصادي والأمن الجماعي في تعزيز الرخاء المشترك وقال الزياني أن الدول العربية لا تركز فقط على التعاون الإقليمي بل أنها تسعى بنشاط إلى وضع الشرق الأوسط في سياق عالمي أوسع وتحدث وزير الخارجية عن الدروس المستفادة من التاريخ لتوجيه مستقبل المنطقة وشعوبها مؤكدا أن إشراك الدول العربية في التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية أمر بالغ الأهمية كما دعا الوزير إلى الاستفادة من الإمكانات الواسعة للتعاون الاستراتيجي في جميع أنحاء المنطقة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث القضايا المعنية لأن التحديات التي تواجه منطقتنا معقدة ومتعددة الأوجوة وقال سعادته أنه يمكن للأمم المتحدة أن تعزز التعاون مع الهيئات الإقليمية ليس فقط لتعزيز السلام الدولي ولكن أيضا لمتابعة الأهداف المشتركة مشيرا إلى أمكانية عقد اجتماع تنسيقي سنوي مع المنظمات الإقليمية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة مما سوف يؤدي إلى تسهيل هذا التعاون وقال وزير الخارجية أن مملكة البحرين والولايات المتحدة دعت بالأمس المملكة المتحدة للانضمام إلى اتفاقية الأمن الشامل والازدهار المتكامل معترفين بالتزامها الطويل للأمد بتعزيز هذه الأهداف في الشرق الأوسطي وخارجه ترجمة نانسي قنقر